أعزائي طلبة وطالبات السنوات العامة والسنوات الأزهرية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم وعودة مرة أخرى للبرامج التعليمية ومعكم في مادة الرياضيات محمد الدومين حالة النهاردة إن شاء الله لطلبة الصف الثالث السنوي العام والأزهري وإن شاء الله النهاردة مع بعض هنكمل الاستتيكة خدنا المرة اللي فاتت الاحتكاك واتكلمنا عن الاحتكاك على مستوى أفقي وأن الاحتكاك ده توقف على طبيعة الجسمين المتلامسين اللي هو الجسم والأرض جسم محطوط على أرض الجسم والأرض هما الاتنين بينهم من بعض تلامس التلامس ده بيعمل احتكاك هنتكلم عن نفس الموضوع ولكن الاحتكاك على مستوى مائل الاحتكاك على مستوى مائل نشوف موضوعه ركز معي بقى في التمهيد بتاعنا هتكلم هنا بيقول لي في الاحتكاك لو عندي مستوى مائل يميل على الأفقي بزاوية هي في جسم تحط على مستوى مائل اي جسم موضوع على مستوى مائل اكيد لي وزن والوزن رأسي الاسفل واحنا عارفين ان الكل فعل رد فعل المساول له في المقدار ومضاد له في الاتجاه يبقى ده رد فعل يبقى فيه وزن وفيه رد فعل فيه وزن وفيه رد فعل لكل فعل رد فعل مساول له في المقدار ومضاد له في الاتجاه من هندسة الشكل لو انا عملت محورين متعامدين ادي خطة اكبر مائل ودي العمود عليه ركز بقى في اللي انا احكي ده الزاوية دي هي يبقى دي هي زيها هما الاتنين بيتمموا الزاوية دي يمكن تحليل الوزن الى مركبتين يتحلل المركبة اسمها ووجته وهنا ووجاه يبقى الوزن حللناه مركبتين ادي مركبة ودي التانية مركبة اسمها ووجته ووجاه طب ورد الفعل ده الزاوية دي تساوي الزاوية دي يبقى رد الفعل يتحلل الى مركبتين ريشارتا جاته وريشارتا جاه يبقى كده خلاص الوزن عرفنا انه يتحلل الى مركبتين ورد الفعل يتحلل الى مركبتين الجسم بتاعنا متزن في المنطقة دي طالما متزن قلنا الواو بيساوي ريشارتا جاه يبقى واو جاهه بيساوي ريشارتا جاه ريشارتا جاته بيساوي واو جاته هنسمي بقى الحكاة دي ايه قال لك هنسمي ريشارتة جاهة قوة الاحتكاك النهائي وهنسمي ريشارتة جاهة رد الفعل العمودي يبقى اي جسم محطوط على مستوى مائل ليه وزن يبقى ليه رد فعل ريشارتة دي اسمها رد الفعل المحصل رد الفعل ده حصل نتيجة حاجتين وزن الجسم احتكاكه مع الارض يبقى بسبب وجود قوة الاحتكاك الجسم بتاعنا ايه اللي حصل له اتزن وبسبب الاتزان بتاعه يبقى اتزن نتيجة هنا مؤسرين الوزن ورد الفعل رد الفعل حل انها مركبتين اللي على المستوى سميناها قوة الاحتكاك النهائي والعمودية سميناها رد الفعل العمودي يبقى من اول دلوقتي هنقول ان الجسم الموضوع على مستوى مائل هيأثر عليه وزنه رد الفعل العمودي قوة الاحتكاك النهائي يبقى أي جسم يوضع على مستوى مائل هيأثر عليه أربع أنواع من القوة طبعا هم أصلاً اتنين وتحللوا إلى أربعة نكتبها بقى في الجنب اليمين وهنقوله إيه الاحتكاك إذا وضع أو إذا اتزن جسم على مستوى مائل خشن إيه اللي هيحصل لو الجسم اتزن على مستوى مائل خشن فإنه قادي الجسم الوزنة يتحلل ووجة هي ووجة هي رد الفعل العمودي كاف قوة الاحتكاك النهائي كاف قوة الاحتكاك النهائي فهنقوله إن الره بتساوي ووجة هي الكاف بتساوي أوجة هي معامل الاحتكاك ميم الزاوية دي زاوية الاحتكاك والزاوية دي اللي هي بتساوي زاوية ميلي المستوى طب ما أنا كده عرفت إنه ظاوية لام بتساوي ظاهة لأن الهيه بتساوي لام بتساوي ميم اللي هي بتساوي كام على كام كاف على ريه يبقى ظالم ظل زاوية الاحتكاك بتساوي ظل زاوية ميلي المستوى على الأفقي بتساوي معامل الاحتكاك بيساوي كاف على ريه فهكتب له أول ملحوظة وقل له إذا كان الجسم على وشك الحركة على مستوى ماء الخشن يميل على الأفقي بزاوية قياسها هي فإن هي بتساوي لام زاوية ميلي المستوى على الأفقي تساوي زاوية الاحتكاك يبقى ظاهة بتساوي ظالم بيساوي ميم كاف على ريه وطبعا الملحوظة التانية بتاعتنا النزاطة هي بتساوي ظطة لام بتساوي واحد علميم بتساوي ريه على كاف الكلام ده بيحصل في حالة الجسم على مستوى ماء الخشن الجسم على وشك الحركة على مستوى ماء الخشن خلي بالك معاي بقى عايزين نعمل حاجة هنا هو ركز معاي قادي مستوى حطيت جسم على المستوى الجسم اللي حطته على المستوى إيه اللي هيحصل له؟ متازنه؟ أهو فيه التزاوي طب بفرض أن أنا عملت كده ميلته الجسم يقع؟ لا طب كده موقعش ليه الجسم ما يقعش؟ الجسم اللي هو ده موقعش من على المستوى الجسم موقعش علشان خد بالك بقى معايا وركز كواس قوي المستوى لما كان أفقي فيه قوة احتكاك بين الجسم والمستوى فالجسم ما تحركش لما ميلت يبقى زاوية ميل المستوى مش قادر تخلي الجسم يتزحلق عشان كاي بقولك زاوية ميل المستوى أقل من زاوية الاحتكاك همايل كمان ما زالت زاوية ميل المستوى أقل من زاوية الاحتكاك همايل كمان ما زالت زاوية ميل المستوى أقل من زاوية الاحتكاك همايل كمان الجسم على واشك إنه يتحرك شايفينه؟ معنى إن الجسم على واشك الحركة هيتحرك يبقى خلاص كده زاوية ميل المستوى تساوي زاوية الاحتكاك طب زاق إيه تكتر؟ ميلت أكتر؟ الجسم هيتحرك بالفعل يبقى معنى كان زاوية ميل المستوى أكبر من زاوية الاحتكاك يبقى أنا عندي زاوية ميل المستوى مع الاحتكاك بتعمل 3 حالات 3 حالات عايزين تلات حالات بقى نفتكرهم ايه هم التلات حالات اول حالة فيهم زاوية ميل المستوى مع الافقي هتعمل معانا تلات حالات اول حالة هنشوف مع بعض ادي المستوى المائل يامل على الافقي بزاوية هي الجسم اللي اتحطه الوزن بتاعنا تحلل الى مركبتين هنا ووجة هي هنا ووجة هي فوق رد الفعل العمودي هنا قوة الاحتكاك النهائي كاف اول حالة هنقول ايه الجسم على وشك الحركة لما يكون الجسم على وشك الحركة نستنتج من كده ان قوة الاحتكاك النهائي الزاوية بتاعتها بقى يبقى هي بتسوي لام زاوية ميل المستوى على الافقي بيسوي زاوية الاحتكاك الحالة التانية بقى بتاعتنا لو كانت زاوية ميل المستوى اقل من زاوية الاحتكاك زاوية ميل المستوى على الافقي اقل من زاوية الاحتكاك ايه اللي هيحصل للجسم خلي بالك بقى من دي كده قادي الجسم بتاعنا اللي ليه وزن ووجته ووجاه طب وايه اللي هيحصل ليه رد فعل ايه اللي هيحصل للجسم الجسم مازال متزنا الجسم ده عشان يتحرك هيحصل القاتي ممكن في قوة أصر على ليه تخليها تحرك لاعلى وممكن في قوة أصر على ليه تخليها تحرك لأسفل يبقى الجسم بتاعنا ما زاله متزنا ايه اللي هيأصر عليه بقى زاوية ميل المستوى اقل من زاوية الاحتكاك يعني الجسم اللي لي مش عارف حركه الجسم هيبضل متزن يامله الحركة الأسفل هو نفسه يتحرك لتحت يبقى قوة الاحتكاك في الح Range هتسمحه عشان نحركه علشان نحركه الجسم يصبح متزنا ويلزم لتحريكه التأثير عليه بقوة القوة دي تاخد حالة من اتنين يبقى الجسم بتاعنا ياملنا الحركة الاسفل جسم محطوط على مستوى هو نفسه الزحلة ايه اللي منعه من الزحلة فيه قوة احتكاك قوة الاحتكاك الجسم المتزن مش على وشك الحركة ولا حاجة زي ما ميلت المستوى اللي انا كنت بتكلم عليه من شوية بص بقى هنا ادي المستوى المائل هي زويته هي ادي الجسم ووجة هي ووجة هي رد الفعل ايه اللي هيحصل هتأثر عليه القوة الفوق في قوة اثرت عليه لاعلى يبقى قوة الاحتكاك هتبقى الاسفل على وشك التحرك لاعلى يبقى قوة الاحتكاك اتجاهها لأسفل طب تاني ادي الجسم بتاعنا حطينا الجسم ليه وزن ووجة ههه ووجة ههه ودي رد الفعل العمودي دول سبتين ايه اللي حصل للجسم ده هيتحرك لأسفل ايه اللي خليه يتحرك لأسفل قوة هتشده لتحت يبقى الاحتكاك لأعلى يبقى الجسم على وشك التحرك لأسفل الحالة التالتة في الملاحظات السادسة الحالة التالتة بقى بتقول لي ايه لو الجسم بتاعنا اللي على مستوى المائل فيه عندي زاوية الاحتكاك زاوية ميل المستوى اكبر من زاوية الاحتكاك يبقى زاوية ميل المستوى على الافقي اكبر من زاوية الاحتكاك كده الجسم بالفعل متحرك الجسم هيتحرك يبقى إذن الجسم يلزم يلزم إيه بقى اللي يلزمه يلزمه عشان الاتزانه التأثير بقوة دائماً لأعلى لازم أثر عليه القوة الفوق يا جماعة أدي مستوى مائلة هو دي زاوية ميل المستوى الجسم محطوط أثرنا عليه ووجته ووجه ودي رد الفعل عمودي زاوية ميل المستوى أكبر من زاوية الاحتكاك يعني الجسم ده هيتزحلق بيتزحلق بالفعل عشان ما يتزحلقش لازم أمسكه فوق بقوة مرة تانية الجسم محطوط على مستوى مائل هذه الجسم ووجته ووجاه رد الفعل الجسم ده بيتزحلق فلازم أمسكه فوق بقوة اللي يحصل بقى من القوة دي لو كانت قوة وليلة شوية يبقى يدوبها تمنعه من الزحلقة يبقى الجسم على وشك الحركة الأسفل يبقى دي أقل قوة تمنع الجسم من الانزلاق يبقى الجسم على وشك الحركة الأعلى أناس وشك الحركة الأسفل هنا بقى لأعلى زي ما حصل هنا تلاحظين دايما بنحط قوة الاحتكاك عكس اتجاه الحركة يبقى الكلام ده اللي بيتقالي يهمني فيه إن أنا أعرف الجسم هيتحرك فين زاوية الاحتكاك أكبر من زاوية ميل المستوى هنا زاوية ميل المستوى أكبر من زاوية الاحتكاك وطالما أكبر منها يبقى الجسم هيتزحلق اللي منعه من الزحلقة شدته فوق بقوة بس القوة قد ضعيفة فيدوب وقفته خليته مايتزحلقش لكن خلاص هيفلت من إيده عشان هيتزحلق يبقى الجسم على وشك الحركة الأسفل أسحابه واطلع به فوق يبقى الجسم على وشك الحركة الأعلى يبقى دي أكبر قوة تمنع الجسم من الانزلاق يبقى الجسم على وشك الحركة الأعلى ويبقى الاحتكاك لأسفل واضح إن القاف الأولى وقاف التانية هنسمي دي مثلا قاف واحد ودي قاف اتنين يبقى المجموعة اللي بتخلي الجسم متزن يبقى الجسم يكون متزن الجسم متزن وقاف تنتمي الفترة قاف واحد وقاف اثنين يبقى لو طلب الفترة اللي بتنتمي إليها اللي هي قاف واحد وقاف اثنين قاف واحد اللي هي أقل قوة وقاف اثنين دي اللي هي أكبر قوة يبقى احنا كده عرفنا الجسم بتاعنا تمام يا شباب نركز بقى يا ترى مسائلنا هتيجي زي على الجزء ده مسائلنا على الجزء ده بتقول إن أنا هجيب لك جسم بحضوط على مستوى مائل ونشوف بقى حكايته في المستوى المائل واحدة واحدة وتذكر إن المعلومة الأساسية المهمة لما يجي يقول لك إيه اكمل مكان النقط إذا وضع جسم على مستوى مائل خشن كده اتكلمنا على مستوى مائل وكان على وشق الانزلاق بتأثير وزنه فقط يبقى مستوى مائل خشن على وشق الانزلاق بتأثير وزنه فقط إيه الله يحصل عندما كانت زاوية مائل مستوى على الأفق وقياسها ستين درجة زاوية مائل مستوى كان درجة ستين درجة معامل احتكاك يطلع بك أقول له معامل احتكاك نقط الحل ببقى أن الجسم على مستوى مائل خشن على وشق الانزلاق أدي تاني شرط تحت تأثير وزنه فقط يعني ما بيأثرش عليه حاجة للوزن بس تاني أول شرط الجسم على مستوى مائل خشن اتنين على وشق الانزلاق تلاتة بتأثير وزنه فقط إيه اللي يحصل في الحالة دي يبقى ميم اللي يا معامل احتكاك بتسوي زاه يبقى زاوية من المستوى على الأفقي اللي هي ستين درجة اللي قال عليها في التمرين يبقى ميم بتسوي زا ستين وزا ستين جزر ثلاثة هنشوف مع بعض التمرين بيكلمني على ربط ما بين درس المرة اللي فات ودرس المرة دي فبيقول لي تمرين اتنين التمرين قاسف واحد على اعتبار الاول اللي اكمل ده تمرين وضع جسم وزنه تسعين سخل جرام على مستوى ماء الخشن ولوحظ ان الجسم اصبح على وشك الحركة تحت تأثير وزنه فقط عندما كان ظل زاوية ميلو على الأفقي بيساوي اتنين على الثلاثة فاذا وضع نفس الجسم على مستوى افقي في نفس خشونة المستوى المائل وأثرت عليه قوة شد الى اعلى تصنع تصنع مع الأفقي زاوية زلها ثلاثة على اربعة وتمنع أناسف وتقع وتقع في مستوى رأسي واحد فجعلته على وشك الحركة اوجد اول حاجة مقدار قوة الشد اتنين مقدار قوة رد الفعل العمودي وكذلك المحصل رد الفعل العمودي ورد الفعل المحصل نبدأ بقى بتمرنا وضع جسم وزنه قادي مستوى مائل هنحط عليه جسم وزنه تسعين سوك لجرام على مستوى مائل خشن طب وبعدين نقرأ كلام المسألة واحدة واحدة وضع جسم وزنه تسعين سوك لجرام على مستوى مائل خشن تمام الجسم أصبح على وشك الحركة دي الشرط التاني تحت تأثير وزنه فقط طب ده كويس جدا يبقى معنى كانت أنا مش محتاج أي حاجة من رسم أنا محتاج أقول له بما أن المستوى مائل خشن وما أن الجسم على وشك الحركة تحت تأثير الوزن فقط يبقى معامل الاحتكاك ميم بتساوي الظاهي فهو قال لك عندما كان ظل زوية ميل وعلى الأفق اثنين على الثلاثة يبقى الميل بيساوي كام؟ ميم اللي هي معامل الاحتكاك بتساوي الظاهي اللي هي ظل زوية الميل اللي هو باثنين على الثلاثة يبقى الميم بتساوي اثنين على الثلاثة كده جبت معامل الاحتكاك رجع كمل وقال فإذا وضع نفس الجسم على مستوى أفقي في نفس خشونة المستوى المائل ليه بقى للجملة دي؟ أنا أجيب مستوى أفق ويحط عليه الجسم الجسم ليه وزن وطبعاً وزنه اللي هو 90 سوق لجرام وأكيد ليه رد فعل إيه اللي هيحصل بقى؟ لما قالك نفس خشونة المستوى المائل يبقى نفس الجسم محطوط على مستوى في نفس الخشونة يبقى نفس معامل الاحتكاك يبقى معامل الاحتكاك اللي أنا جبته من المستوى المائل هستخدمه في الأفق وأثرت عليه قوة شد إلى أعلى الله قوة شد إلى أعلى يعني إيه إلى أعلى أهي؟ قوة شد قاف تعمل كده بزاوية تصنع مع الأفق زاوية ظلها 3 على 4 يبقى قال لي قوة الشد تصنع مع الأفق زاوية وقال لي إن الزاوية دي ظلها كام؟ 3 على 4 يبقى ظاية 3 على 4 يبقى هرسم من عندي مسلس قائم الزاوية كله قادي زاوية إيه الزا مقابل على مجاور يبقى المقابل 3 والمجاور 4 على الوطر من فساورس 5 نجيب له الجاة مقابل على وطر 3 على 5 ونجيب له الجاة مجاور على وطر 4 على 5 إيه اللي حصل بقى عندنا؟ وتقع في مستوى رأسي واحد يعني كلهم في نفس المستوى الرأسي فجعلته على وشك الحركة لما يكون الجسم على وشك الحركة القوة بتشده فهو هيتحرك في اتجاهها يبقى الاحتكاك الناحية التانية نسميه كاف ولا نسميه حهم؟ ما هو قال لي على وشك الحركة؟ طالما على وشك الحركة يبقى الاحتكاك يسمى كاف قوة الاحتكاك النهائي يلا نجيب له مقدار قوة الشد اتفقنا وقلنا بنشيل القاف ونحللها مركبتين قاف جتية وفوق قاف جاية يبقى نعندي القوة اللي موجودة الكاف والره والقاف جاية والقاف جتية دي مجموعة القوة اللي تؤثر على الجسم بما أن الجسم على وشك الحركة يبقى اليمين بيساوي الشمال واللي فوق بيساوي اللي تحت نبدأ واحدة واحدة وهنقول له يبقى ره زي اتقاف جاية بتساوي تسعين ره زي اتقاف جاية بيساوي تسعين ادي اول معلومة عندنا يبقى الريه بتساوي تسعين ناقص قاف اللي معرفهاش في جايه اللي هي تلاتة على خمسة ادي اول معادلة المعادلة التانية هنقول له احنا عارفين ان الكاف بتساوي ميم في ره يبقى الكاف بتساوي ميم اللي احنا طلعناه في الاول اتنين على التلاتة في ره اللي هي تسعين ناقص تلاتة على خمسة قاف اتنين على التلاتة في تسعين تبقى ستين ناقص 2 على 5 قاف هذه المعادلة الثانية بتاعت الكاف بعد كده هقوله وإحنا عارفين أن القاف جتيه جتيه بتسوي كاف قاف جتيه بيسوي كاف كلام ده كله قلنا المحاضرة اللي فاتت الحلقة اللي فاتت قلنا فيها الكلام ده جتيه 4 على 5 قاف بتسوي كاف اللي هي 60 ناقص 2 على 5 قاف نجمع القاف مع بعض 4 على 5 قاف زي 2 على 5 قاف بتسوي 60 نجمع تبقى 1 قاف بتسوي 60 يبقى القاف أنا أقصف 6 على 5 6 على 5 قاف بتسوي 60 يبقى القاف بتسوي 60 في 5 على 6 يبقى القاف بتسوي 50 سوق الجرام وكده جبت القاف نعود عشان نجيب الره بالتعويض في 1 يبقى الره بتسوي 90 ناقص 3 على 5 فيه 50 يطلع بتسوي 60 سوق الجرام عندي الره وعندي في الأول ميم وعندي الكاف أقدر أجيبها أقدر أجيب له ره شرطة اللي هي جزر أيوة ره تربيع زي الكاف تربيع أو ممكن ناخد ره في جزر واحد زي ميم تربيع عندي الميم وعندي الره أقدر أجيب له ره شرطة ده الجزء بتاعنا اللي احنا اتكلمنا فيه في الأول ربط ما بين المستوى الأفق والمستوى المائل مسائل بقى المستوى المائل اللي فيها أفكار هنشوفها بعد الفاصل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل دلوقتي مع بعض و هنتكلم على الاحتكاك على مستوى المائل فلما هنتكلم على الاحتكاك على مستوى المائل بيقول لي بقى يتزن لوح من الخشب لوح الخشب ده وزنه اتنين سوخ لكيلو جرام على مستوى يميل على الأفقي بزاوية قياسة 30 درجة وكان معامل الاحتكاك بين المستوى واللوح 9 من 10 طيب هو يتزن بقى تحت تأثير ايه؟ اللي تحت تأثير القوة 2.5 سوخ لكيلو جرام تعمل فيه اتجاه خط اكبر ميل المستوى لأعلى اوجد اول حاجة مقدار قوة الاحتكاك تاني حاجة بين ما اذا كان الجسم على وشك الحركة الحركة ام لا يتزن لوح من الخشب وزنه 2 سوخ لكيلو جرام يبقى انا لما جيت حل التمرين قلت له لوح الخشب بتاعنا اللي بيتزن طبعا لوح الخشب هو جسم ايا كان الجسم اهو يميل على الأفقي بزاوية المستوى يميل على الأفقي بزاوية 30 درجة لوح الخشب يتزن على مستوى مائل يميل على الأفقي بزاوية 30 وكادة معامل الاحتكاك اللي هو ميم بيساوي 9 من 10 الجسم بتاعنا وزنه كام قال لي تحت تأثير القوة وزنه 2 سوخ لكيلو جرام الجسم وزنه يتزن لوح من الخشب وزنه 2 سوخ لكيلو جرام يبقى الوزن هيتحلل الى مركبتين 2 جات 30 و2 جات 30 وعندي رد الفعل عمودي الأعلى إيه اللي حصل معامل الاحتكاك 9 من 10 تمام الجسم درجة بتزن تحت تأثير القوة فين القوة دي بقى إن شاء الله قال لك تعمل في اتجاه خطة أكبر من المستوى الأعلى في قوة بتشده الفوق مقدارها 2 ونص تعمل في اتجاه خطة أكبر من المستوى لأعلى اوجد مقدار قوة الاحتكاك عايز كاف أو حا أو زي ما هنسميها طب فين قوة الاحتكاك هو ما قليش الجسم على وشك الحركة الأعلى ولا الأسفل هو الدني القوة والدني 2 جات 30 الدني دي ودي ما قليش الجسم على وشك الحركة الأعلى ولا الأسفل نعمل إيه الموضوع سهل سهل جدا كمان والله في حد بيشد فوق وحد بيشد تحت الجسم ده عايز ينزل بتأثير وزنه وفي قوة بتشد فوق اسمها 2 ونص الكبير فيهم هو اللي هيسحب الجسم في اتجاهه فعشان كده قلت له ايه القوة لأعلى 2 ونص القوة لأسفل 2 جات 30 حسب تاع القلة طلعت بواحد يبقى من الكبير القوة اللي الفوق واللي اللي تحت اللي الفوق يبقى الجسم على وشك الحركة الأعلى إذن الجسم على وشك الحركة لأعلى الجسم على وشك الحركة لأعلى يبقى الاحتكاك لأسفل الجسم على وشك الحركة الأعلى يبقى الاحتكاك لأسفل نكمل بعد كده طلب مني وقال لي اوجد مقدار قوة الاحتكاك قلت له بإذن قاف بتسوي كاف زائد 2 جة 30 يبقى الكاف بتسوي قاف اللي هي 2.5 ناقص 2 جة 30 اللي هي طلعت بواحد يطلع واحد ونص سوق لكيلو جرام وكده جبت كاف بعد ما جبت كاف بعد ما جبت كاف بيكامل بعد كده وبيقول لي عايزين نجيب بين ما إذا كان الجسم على وشك الحركة أم لا طيب نشوف الجسم على وشك الحركة أم لا يبقى الاحتكاك بتاعنا هو ما قال ليش نوع على وشك الحركة يبقى الاحتكاك بتاعنا هنسميحه يبقى تاني بقى من الأول مسألة بتاعتنا يتزل لوح من الخشب وزنه 2 سوق لكيلو جرام قد الوزن بتاعنا حدلنا مركبتين معامل الاحتكاك بين اللوح والمستوى 9 من 10 قدي ميم تحت تأثير القوة قدي القوة اللي شدته اوجد مقدار قوة الاحتكاك ده هو قال لي يتزل ما قالش ان الجسم على وشك الحركة معنى ان الجسم يتزل يبقى الحاها عندنا الاحتكاك اسمه حا لكن مش كاف نحل مسألتنا تاني يبقى القاف بتسوي حا حا زائد 2 جا 30 القاف عندنا اللي هي 2.5 بتسوي حا زائد 2 جا 30 اللي هي بواحد يبقى الحاها بيساوي واحد ونص سوق لكيلو جرام نجيب له رد الفعل ره بيساوي 2 جا 30 تطلع بتساوي جزر 3 سوق لكيلو جرام بيقول لي بقى يترك جسم على وشك الحركة املاه نشوف مين اللي بيعرف انه على وشك الحركة قوة الاحتكاك النهائي اللي هي كاف كاف بتساوي ميم في ره ميم اللي هو ايه اللي عليها 9 من 10 في ره اللي هي جزر 3 طلع النتج واحد وخمسمية تسعة وخمسين من عشر تلاف سوق لكيلو جرام يا ترى بقى كده الحاها بتساوي كاف يكون اقل من او يساوي كاف اقل منها في حالة الاتزان وتساويها في حالة على وشك الحركة وده يسمى اتزان نهائي وده يسمى اتزان نهائي هنكمل تاني مع بعض وهنتكلم على جسم بيتحرك تاني او جسم على وشك الحركة تاني او جسم متزن هنشوف حكايتهم ايه التبريد بتاعنا بيكلمني عن جسم برضو موضوع على مستوى مائل فجي قال لي ايه وضع جسم يرتكس جسم وزنه يرتكس جسم وزنه اربع نيوتن على مستوى ماء الخشن يميل على الافق بزاوية ظلها تلاتة على اربعة فاذا كانت اقل قوة تعمل في اتجاه المستوى لأعلى وتحفظ توازن الجسم تساوي 16 نيوتن او جد معامل الاحتكاك بين الجسم والمستوى مرة تانية يرتكس جسم وزنه اربعين نيوتن على مستوى مائل خشن يبقى دي المستوى المائل يميل على الافق بزاوية ظلها تلاتة على اربعة يبقى المستوى المائل بتاعنا بيقول لي انه ظاه تلاتة على اربعة يبقى انا لو رسمت مسلس قائم الزاوية كده صغير عندنا قلتوا انه المقابل تلاتة والمجاور اربعة الوطن هيطلع خمسة يبقى الجه تلاتة على خمسة والجهة اربعة على خمسة الجسم اللي محطوط على مستوى مائل وزنه كم؟ اربعين يبقى الوزن هيتحلل المركبتين اربعين جته اربعين جاه ودي رد الفعل يقول لي بقى فاذا كانت اقل قوة تعمل في اتجاه المستوى الاعلى وتحفظ توزن الجسم ستاشر يبقى فيه قوة بتأثر لفوق وتحفظ توزن الجسم مقدرها كام؟ ستاشر هو قال لك اقل قوة معنى انه هو قال اقل قوة يبقى الجسم بتاعنا على وشك الحركة بما ان اقل قوة تحفظ توازن الجسم اذا الجسم على وشك الحركة لاسفل لان احنا اتفقنا لو قال لي اقل قوة يبقى الجسم على وشك الحركة الاسفل اقل قوة يبقى الجسم على وشك الحركة الاسفل ولما يكون على واشك الحركة الأسفل يبقى الاحتكاق قوته فين؟ لأعلى واللي مش مصدق الكلام ده يشوف القف بكام ب16 وهنا 40 جاهة هحسب دي وحسب دي هيطلع الوزن أكتر من القوة وبالتالي الجسم على واشك الحركة فعلا لأسفل أو اتجاه الحركة لأسفل بيقول لي اوجد معامل الاحتكاق عايز ميم يبقى جيب له الكاف واجيب له الره فهنبتدل حل بتاعنا ونقول له إيه بما أن ره بتساوي 40 جاهة يبقى 40 في جاته اللي هي 4 على 5 نختصر الكلام ده على الآلة تطلع الره بتساوي 32 نيوتن عايزين نجيب له الكاف قاف زائد كاف بيساوي 40 جاهة يبقى الكاف بتساوي 40 في جاهة اللي هي 3 على 5 ناقص القاف اللي هي 16 تطلع الكاف عندنا بـ 8 نيوتن نجيب له معامل الاحتكاق ميم الميم بتساوي كاف على ره الكاف اللي هي 8 على ره اللي هي 32 يطلع الناتج بيساوي ربع وده كده معامل الاحتكاق ده معامل الاحتكاق كده احنا خدنا مسائل على المستوى المائل وعرفنا زي المستوى المائل نبتدي نشتغل فيه الحلقة اللي جاءة ان شاء الله هنستأكمل الاحتكاق وناخد مسائل تانية بأفكار أطول وأفكار أكبر ومسائل أكبر على الاحتكاق على مستوى أفك وعلى مستوى مائل حتى نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة